اهلا بكم مجددا في حوار اليوم واهلا بي عبدو سعد مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات السيد عبدو هل ترى انه المشكلة ممكن ينفض من اول وجديد بلقاء بين العماد عون والرئيس الحريري بعد بينفع هايك اللقاء بعد بيقدي بعيدا عن المعطلين تعرفوا انت المعطلين بيخفف من بعد بيعمل شي هكذا لقاء لا انه يوصل لمحل مثل ما كان هاي قز مثل ما كان الاتفاق قبل اكيد لا هو الموضوع لازم نعرف مع احترامنا للجميع الموضوع مش بيقيد الرئيس الحريري الموضوع انا بعرف واللي عرفته انا من الجنرال عون انه الرئيس الحريري نوياه صافي كانت وكان صادق معه صادق بانه هو فعلا يريد لالعماد عون ان يصبح رئيسا للجمهورية ولكن الواضح السعودية ما وفعت ابدا فما بيقدر يتجاوز هذا الخط الاحمر هذا الخط الاحمر كما هو الحال مع تعيين رفض تعيين العميد شيم الروخوس اللي حقيقة يعني اذا بنعمل استطلاع حوله الان للعميد شيم الروخوس الغريب بعد ما شفت انا رجل عسكري عنده هالشعبية اللي بيتمتع بالشعبية الشعبية عم بيحكي مش تأييد الخوة السياسية اللي بيتمتع فيه العميد شيم الروخوس ولا حدا قال عنه كلمة سلبية مع انه ما بيحكي لا بقلك ولا حدا قال عنه كلمة سلبية لا لا طب ليه ما بيعينه الكل اللي بيمدح فيه وبشيد فيه وبشيد بمهنيته العالي وبشيد بسي فيه تابعه وبشيد بانجازاته طب ليه ما بيعينه لانه ممنوع لانه فيه خط احمر ما بدون انه معقول يتعين قائد للجيش ويكون مؤيد للمقاومة ما هو لازم يعرفه بتأديري انا لن يأتي قائد للجيش الا اذا كان مؤيدا للمقاومة معلشي انه هذا لازم يعرفه ليه ما هذا اهوش مؤيد لعربطعش ادار مش مؤيد للمقاومة مؤيد للمقاومة لا الجيش لماذا بدون الجيش هذا كما مؤيد المقاومة كما المقاومة مؤيد بقوة للجيش الجيش مؤيد للمقاومة لانه الجيش مقاوم الجيش مقاوم الجيش مقاوم لك ايه شو بيختلف لكين ما بعرف اقولك لانه يمكن مشكلته انه سهر الجنرال عون وهو هذا العميد العسكري المتقلق وصلوا 33 سنة زابط الرجل بالجيش أبل ما يكون سهره للعماده بين مهنيته وسمعته كلها العسكرية المهنية قبل أن يصبح سهره واضح مع منقل وصلوا 33 سنة زابط وصلوا سهر 5 سنين فهذا مؤلم جدا هذا مؤلم نحن أنا خايف من انفجار بالبلد وأنا بكل صراحة يمكن أن تتفاجأ ويتفاجأ أنا مع الانفجار لأن التغيير التغيير لن يتحقق إلا من خلال انفجار شعبي مسيلم انفجار شعبي انفجار شعبي مسيلم يجب على كل اللبنانيين أن يستفيدوا من غبن المسيحيين ويقفوا إلى جانبهم مسلمين وغير مسلمين يقفوا إلى جانبهم للدفاع عن هذا البلد لمحاربة هذه الشواجات المخالفات الدستور وما إلى ذلك هذه التوافقات الفوقية القائمة بين زعمائتها هي التي تحكم البلد نريد أن نتحرر منها وأقول أكثر من ذلك نحن كلبنانيين كما حررنا لبنان من الاحتلال الإسرائيلي ونحرر لبنان الآن من الاحتلال التكفيري والإرهابي علينا تحرير لبنان من الاحتلال الداخلي المتمثل بالقابدين والمهامينين على السلطة وعلى المؤسسات والإدارات العامة وجعلين محولين ملكية خاصة يتقاسموها فيما بينهم وعلينا أن نحرر هذه العلاقة الزبائنية القائمة بين المواطن والزعماء الطواف بدون ذلك ما في تغيير بدون ذلك ما في تغيير التغيير لا يتم ليه مجلس النواب ما بيمشي البحث بقانون انتخابي جديد طبعا سلسرة الرطب والرواتب استعدت جنسية شو في أهم منهم هول الشغلات شو في أهم منهم هلأ أنا بقول دينا أول شغلة أهم شغلة اللي هو أهم من دستور هو قانون للانتخاب لأنه سلطة أنا معك سابق على الدستور أنا أتذكر معلي شيء أتذكر بارح كنت عم بتحدث مع أحد الأصدقاء بزيارة لإلي لدوت الرئيس إحسين الحسيني كان عنده مقولي أنه الإصلاح يبدأ بإصلاح القضاء إصلاح القضاء رحت لعنده لحتى لإطرح النسبية له فقال لي أقول له أنا المدخل الصحيح والوحيد للإصلاح هو قانون انتخابي يعتمد للنسبية فقال لي لا القضاء ناقشته تبنى هذه المقولة من بعدها أنا بتشرف أنه تبنى استطيع وضح له هذه المسائل للرئيس الحسيني والآن دائما برددها نحن علينا أهم شيء نعمله أنه نضغط في اتجاه في اتجاه اعتماد قانون انتخاب يعتمد النسبية كلمة عادل وكلمة صح التمتيل نسبية نسبية هي المدخل وهلأ بنشوف المخرج لقصة المخطوفين أو بالأحرق قفال الطريق بالصيف في زمينة جابريال مراد عم بيقلنا أنه في حرق دوليب هلأ بنجديد جابي الهولة ألك مجددا جورج كما ذكرنا بالرسالة السابقة عن نية لدى بعض الأهالي بإقفال الطرقات من خلال إشعال الإطارات المشتعلة المططية نشاهد ورانا بالصورة إحراق عدد من الإطارات عمد إلى استخدام الأهالي بالنقطة ذاتة جورج اللي كانوا يعني من المسرب قلنا قبل شوي كانت تحاول القوة الأمنية تفتح المسرب الممتد من جدة ريمون إده كنيسة مرمرون الصيف إلى نقطة وسط بيروت أحرقوا الإطارات لقطع الطريق بشكل كامل ومنع أي عبور للسيارات من جهة ومن جهة تانية للتعبير عن غضبهم لأن بعض الأهالي عبروا عن غضبهم هنا ويحرقوا الإطارات حتى البعض منهم أطلقوا بعض الشتائم بالجهة الرسميين الذين وصفوهم بالقلوب من حجر بعد سنة على هذا الملف هناك بعض الوزراء أو المعنيين بهذه القضية لم يبادروا إلى الاستماع إلى المطالب أو إلى طمأنة الأهالي أو حتى إلى الرد على اتصالاتهم هذا ما يقوله عدد من الأهالي المعنيين بهذا الملف مثل ما قالنا جورج برسالة سابقة ومثل ما معروف بالنسبة لكل اللبنانيين هذا الملف ينقسم إلى قسمين القسم المرتبط بجبهة النصرة والقسم المرتبط بداعش ولكن من أحرق الدوليب وأعمد إلى أحراق الدوليب هي بالدرجة الأولى شقيقة العسكري المخطوف جورج خوري وهو الذي لدى جبهة النصرة ولكن للتعبير عن الغضب أنه إذا كان فيه هناك من إيجابية كما يقال يجب أن ينهى هذا الملف إن كان من وسيط قطري يجب أن يأتي إلى لبنان فليتفضل ويأتي إلى لبنان وهذا هو الأجواء وبالتالي أكفلت الطريق بالإطارات المشتعلية هذا الجيء الجديد الوحيد ولكن الأهالي القسمة البيئة من الأهالي عمدوا إلى تهديئة الخواطر وحتى القوى الأمنية لم تبادر إلى فتح الطريق أو إزالة الإطارات عملاً بالتوافق الذي يدير هذا التحرك منذ ساعات الصباح والذي يجب أن ينتهي بحسب ما هو معلن هذا التحرك بعد حوالي الساعة أو ساعة وشوي من الآن بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء هذا كل جديد جورج من وسط بيروت شكراً لك زميل جابريال مراد مجدداً من الصيفي أستاذ عبدو بما تبقل لأنه من وقت بدي أعطيها مساحة كبيرة لأنه حضرتك صاحب الباع الطويل في هذا الموضوع موضوع الاستطلاع يلي عمين عمل أول شيء في شغلي لأ أنا في شغلي حابي مشاهدين الكرام كمان كرمي أنا أعرفها أكتر وأكتر خلينا تشرح أن الفرق أول شيء بداية بين الاستطلاع والاستفتاء إذا بتريد لا الاستفتاء خلينا نميز وفي ناس تين عم بيخلطوا بيناتهم خلينا نوضح الاستفتاء بصير وهذا لازم ريفراندوم طبعا ريفراندوم هذا بنعمل بروحه للشعب أي شعب الجمهور أوكي الشعب اللبناني يذهب إلى صناديق الاقتراع ويقول رأيه بنعم أو لا بنعم أو لا على شيء بيكون من هل تؤيد تعديل الدستور هل تؤيد بالزبط هذا هو هذا الاستفتاء هذا الاستفتاء أما الاستطلاع بتهموا شركات خاصة متخصصة تستطلع وياخذوا عينة من الناس يعني مثلا أنا اقترحت عندما طلب تناقشوا معي بموضوع الاستطلاع المنوي ما بعرف إذا بعد في نية المنوي القيام به قلت له العينة لازم يكون حجمها الأد مش أقدر لأنه كانوا بيحكي عن عدد قلت له هيدا مسح مش استطلاع يعني فبتاخد عينة مش كل اللبناني يعني بتاخد لك ألفان تلاتة ماكسيموم بينما بالاستفتاء بدك تشرك مليونان مليونان إنسان كل واحد بيقدر انتخل بده يروح هذا الفريق ما بعرف إذا وضحت واضح نقطة التاني هذا الاستطلاع الذي يحكي عنه لتحديد من هو الأول عند المسيحيين والأكثر شعبي والمتقدم بين المسيحيين هل تؤمن أنه سيؤدي إلى نتيجة وأنه سيكون يعكس بشكل حقيقي الحجم والأهمية والتمثيل الشخص عند المسيحيين يعكس أكيد يعكس بدأ بدأ ما بقول بدأ ما بقول بدأ أنا يعني سنة الماضية عملت استطلاعين للرأي ونشرتم في الصحف نشرتم في صحيفة الأخبار أول استطلاع كان نطرح خمس أسماء خمس أسماء اللي هن أربع الرؤساء الأحزاب بالإضافة للشيخ بطرس حرب على ما بذكر إجو بالترتيب الأول الجنرال ميشيل عون بأربعة وثلاثين نقطة مئوية يعني حصرت في المسيحيين فقط هذا الاستطلاع أربعة وثلاثين بالمئة الثاني إجا الوزير سيماني فرنجية بثنين وعشرين نقطة مئوية الثالث اتفجأت حقيقة أنا شوية لأنه فيه هيكي انطباعات بيكون الثالث إجا الدكتور سمير جعجع بثلاثة عشر نقطة مئوية على ما أذكر هذا الاستطلاع اللي عملته حضرتك نشرت نشرت وإجا الرابع والخامس الرئيس أمين جميل والشيخ بطرس حارب عملت الاستطلاع من بعد بأواخر سنت الماضية حصرته بالدكتور سمير جعجع وبالجنرال ميشيل عون فقط فقط على المستوى المسيحي على المستوى الوطني مستوى الوطني المسيحي شفني نحط بالسفير مسيحيا مسيحيا لأنه تقدر تأسمه يعني واضح تماما في خاناتنا مسيحيا على ما أذكر حصل الجنرال ميشيل عون على 43 يمكن بالمية والدكتور سمير جع مسيحيا والدكتور سمير جعجع حصل على 24 بالمية مسيحيا في الفارق هذا لا أحد 67 بالمية من المسيحيين ما لقوا أنه خيار أحدهم صحيح أحد الاثنين ماشي واضح وطنيا طلع الجنرال عون أول طبعا أكيد برضو يطلع أول لأنه فارق كبير مسيحي فارق مني يضاف لإله يضاف لإله الطائف الشيعية اللي أيدته بقوة أخذ من السنة طبعا نسبة مقبولة طبعا دكتور جعجع أخذ هل أنسيت النسب هذا بتصور يعني بتذكر الجنرال عون أخذ دون 20% يمكن من السنة واللي هو رقم مقبول بتصور فطبعا هون أخذ طلعت 44% وطنيا والدكتور جعجع 23% 24% هذا إصطلاع فما في حدا في لبنان يقدر اليوم يشكك أن الجنرال عون هو ليس الأول عند المسيحيين ما حدا ما حدا يقدر يشكك لا أنا برأيه إذا كانوا بدهون فقط هي القصة من الأول طبعا معروف من الأول ليس بحاجة الاستطلاع جديد ليس بحاجة أنه والله يجتمعوا هالزعماء المسيحيين وقرروا الاستطلاع إلا إذا كان ملزما بشيء إلا إذا كان ملزما ملزما كيف يعني وتقولها القيادات المسيحية الرئيسية يعني رؤساء الأحزاب وبكركي طرعاها أنه أوكي اللي بيجي أول لازم نحن نبيعه لرئاسة الجمهورية لازم ننزل على البرلمان وننتخبه إذا كان هذا الأمر هو هيك فمعناته استطلاع مجدي استطلاع مجدي ولكن يبدو أنه الأمر مش هيك أولا حزب الكتاب اللي هو حزب عريق من أعرق الأحزاب في لبنان ليس مسيحيا فقط قال لا أريد أنا لا أقبل بهذا الاستطلاع الوزير الفرنجي قال أريد وطنيا مش بس مسيحيا نعي بس ونعي بشيئين نعي قال أنا لا أريد أريد وطنيا بالإضافة أنا لا ألتزب بنتيجه أنا لا أقبل حتى ولو إجاب المرتب الأورى الدكتور ساميس جعجع لن أصوت له سوف أصوت للعماد مشي العام فأصبح شو عاد قيمته ما عاد قليل قيمة بسراحة بقوا تشيووا استطلاب بس ما فيكم ما فيكم إذا مش ملزم لأحد ما قلوا قيمة حقيقة أنا بفضل أن يتحولوا من هون بناشد المهتمين بالاستطلاع وعلى رأس صديقنا الأستاذ إبراهيم كنعان أن يحول هذا الاستطلاع من استطلاع حول من هو الأول بين المسيحيين إلى استطلاع الطواقف المسيحية لانتخاب رئيس مباشر من الشعب وهذا يلزم يكون ملزما بنتائجه للقيادات المسيحية بأنهم سوف يعملوا على تعديل التسطور تعديل المسيحية حسنا قوات بتقول نحن بدنا كل شي ضمن سقف الدستور يعني إبلاني من انتخاب رئيس الشعب ولا مرحلتين ولا ثلاثة ولا أربعة وأنه هذا الاستطلاع بده يكون من ضمن دستور هذا الاستطلاع ما ما بيخالف والاستطلاع لا يلزم بشيء لا ولا يلزم ولا يخالف الدستور بس أنا أول شيء نستفت الشعب نبسي عفوا نستطلع الشعب إذا استطلعنا الشعب وقالوا والله هذا استطلع للرأي تفضلوا مندعي لاستفتاء رسمي هذا بيصدر بآنون هذا مش مخالف الاستفتاء الاستفتاء الشعب الرسمي هو ليس مخالف للدستور طيب بس من يطلعوا من المجلس إذا اتفقوا إذا اتفقوا القيادات المسيحية بدك أن تنز زائد واحد لأنه قانون هذا يحتاج إلى قانون قانون لا الاستفتاء بتجري بيجري هذا القانون هو لن يكون ملزما لمجلس النواب التفت ولكن لما بيشوف مجلس النواب أنه أكثرية الشعب اللبناني الصاحقة تريد تريد وهذا بيبين الاستطلاع ليش عبقوا نعمل الاستطلاع بالأول هذا مجدي على الأقل مجدي يعني على الأقل عندما نقول نستطلع اللبنانيين على أنه بدهم تعديل الدستور ولا لا ولا لا بنشوف فعلا قداش فيه تأييد وأنا عامل هايك شي أنا بالسان أنت جزء من العملية هذه الحركة السيد عبدو يعني حضرتك شركتك مؤسستك نعم منكل إليها بالاستطلاع طبعا أنا طلب مني كم شركة أنتوا رحكمونه ولا ما بعرف شركتين ثلاثة بتصور بفيد شركتين ثلاثة مش شركة واحدة مش شركة واحدة الأفضل أكتر من شركة صراحة بقول لك الأفضل أكتر هلأ بدي حصل فروقات مش مهمة بيحصل فروقات مش مهمة لما بيكون عينة شركة للقويت شركة للتيار وشركة بالنص يعني كيف أقدت تكون الوزير الفرنجي طلب 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 مع أني يعني رحب كثير بكوني أنا أكون أحد الشركات ولكن هو يرى بأنه من الأنسب أن يكون أكتر من شركتين ثلاث شركتين مثلا بس ممكن يرضى بشركتين ممكن عبقول ممكن يرضى بشركتين وبعدين بصراحة ما فيه لازم يعلن عن منهجيته الواحد يعلن عن عينته بيّنها يعني أنا نمازج عطيني نمازج لا لا أنا أنا نمازج تالي أنا في حال أنه هذا استطلاع مش لعبي هذا يحدد إذا كان فعلا فيه التزام وما إلى ذلك أنا فيه عندي حكون عندي استمارات على هالاستمارات بيكون إن كان مقابلة مباشرة ولا إن كان هاتفية فيه نمر التليفون وفيه القضاء بكل وفيه الطائف لازم مثلا هذا الاستطلاع يكون فيه 61% من المستطلعين هم من أبناء الطائف الماروني 18% هو اللي بذكره من الطائف الأرثوذكسي عم تاخد حسب النسب طبعا حسب أحجامهم أكيد أكيد حسب أحجامهم والكاثوليك تقريبا 10% والسريين هالأد والأرمن هالأد وما إلى ذلك هولي لازم تضع الفئات العمرية قديش لازم يكون نسبة من كل الفئات والذكر والأنثى فأنا مستعد بقوله هوني على الهواء إذا كلفت بهذا الأمر سوف أبقي لن أتلف الاستمارات سوف أحتفظ فيها لأي لأي جهة لأي جهة متاحة للجميع يطلوا عليها بعطيهم نسخ عنها بتصورون وبعطيهم نسخ عنها وروحوا يدرسوها لحالهم بالبيت هيك لازم يكون الاستطلاع هيك لازم يكون الاستطلاع بس ولكن ولكن أنا برجع أقول هذا لن يشدي أفضل إذا أردتم اللجوء لأستطلاع لجاءوا لأستطلاع على الأقل يولد نوع من الإيجابي أو استشير الشعب هل يريد لأنه بالنهاية استاذ جورج نحن لن نستطيع أن ننتخب رئيس من مجلس نيابي غير شرعي لا يجوز وغير مؤهل أن ننتخب رئيس وغير مؤهل هذا بالإضافة أنه ممدد لأله بطريقة غير دستورية مرتين هذا منتج من الأساس بطريقة غير شرعية منتج بقانون انتخاب مخالف للدستور ما بجوز هذا البرلمان ينتخب رئيس بالإضافة لا يجوز في كل بلدين العالم كل بلدين العالم حيث يوجد للرئيس الصلاحية ينتخب من الشعب ليس البرلمان البرلمان الذي ينتخب من البرلمان هو الرئيس الذي لا صلاحيات له على الإطلاق. مثل رئيس النمسا رئيس ألمانيا رئيس إيطاليا. هؤلاء فخريين. رؤساء فخريين. مش أصحاب صلاحيات. فبدع وهرتق بدع وهرتق الدولتين الوحيدتين الذي عندهم رئيس يمتلك صلاحيات. ولو محدودة. اللي بينتخب كان من البرمان هي تركيا ولبنان. بتركيا غيروه. أصبح صار فيه استفتاء عليه. وأصبح يندخب الرئيس مباشر من الشعب. هلأ عنا. ليش عملوها هيك أنا بإله. الفرنسيين عنا. لما وضعوا هذا الدستور ووضعوا إليات الانتخاب. يريدوا الإمساك بالرئيس. يعني يحددوا من هو الرئيس. لأنه 66 نائب كان بالسابق و44 أبدا. صحيح. فبيقدروا يتحكم. العسكر بتركيا نفس الشيء. أرادوا التحكم بهذا المنظر. ولأجل ذلك ولأجل ذلك ألزموا البرلمان أو ألزموا أنفسهم بأنه ينتخب الرئيس من البرلمان. هذا خطأ. علينا تغيير هذا الأمر. مين المتضرر من هذا الأسبوع؟ طلعا بي رأييك. لا لا لا. في كلامنا المستقبل المتضرر لأنه عم ينبرز عماد عون أكتر عند المسيحيين. لن يقل أمام كلها التجاوزات هذه ليش ما بيعرفوا أنه الجنرال عون هو الأول عند المسيحيين. عفوا أنا عبعلي صوتي شوي. لا لا تفضل تفضل. أنا يعلم أنا يعلم الجميع بأنه الجنرال عون هو الأول عند المسيحيين. الجميع يعلم ذلك. الجميع ولو جيب 80% الجنرال عون منها خلال هذا الإصلاة وأكيد ما بيجيبها. أكيد لا. سعب بحكي مجلسيا أنا. لن تحرجهم. لن تحرج الجهة التي لا تريد الجنرال عون أن يصبح رئيسا. هل أدى الموضوع يعني. عم بقرة هوني أوسات قريبة من النائب إسلامين فرنجيين نقلت عنه قوله أن الاستطلاع سخافي بسخافي. مشيرة إلى أن فرنجيين أبلغ النائب كانعان أن التعاطي بالمراكز الأولى لا يكون من خلال مخلفة القوانين والدستور. مضيفا إذا كان هناك تسليم بزعامة الرئيس بري في أوساط الطائفة الشعية فيجب أن لا ننسى أن الرئيس بري مؤيد من سائر الطوائف من السنة والدروس. وأن انقسام المسيحيين بشأن تأييده رئيسا للمجلس النيابي لا يلغي حجم التأييد الذي حازه لترأس المجلس النيابي. وتختم الأوساط. من فرنجيين قال لكرعان هذا الاستطلاع مضيعة للوقت لأن هناك سلة حلول متكاملة نتيجة ارتباط لبنان العضوي بالأزمة السورية وبتضم رئاس جمهورية. يات الجيش وحكمية مصرف لبنان والرئاس الحكومي وملف النفط. أنا بس شيء بخالف الوزير. هل ما قال هو مباشرة؟ أن هذا الاستطلاع هو آنوني ودستوري. لا يخالف الآنون ولا يخالف الدستور. لأنه لا يلجم حدا. لأنه لا يطلب مجلس النيابي يعمل آنون يلجمه للمجلس النيابي. أما فيما بقية مقالب أيضو أنه ما إلو معنى. يعني ممكن ما استعمل نفس المصطلحات سخيف. بس ما إلو معنى بصراحة. وأنا مصلحتي يصير استطلاعنا الرائعي. لا لا. أنا أقول لك أنه مصلحتي ولكن أنا عب تسألني سؤال وأنا إنسان الحمد لله صادق يعني بقول رأي بصراحة لا لأنه بقول رأي بصراحة تاني بس خليني نكمل أنا وياك المستقبل بيعتبر أنه حضرتك عم تتفضل نقطة وتقول أنه مستقبل ما بيعرف أنه العماد عون أول بلا بيعرف بس هو عم بيقول هلأ من خلال مستقبل كمان عم بقره هون بالجريد دي أنه المستقبل بيعتبر أنه حتى أبراز صورة العماد عون أكثر عند المسيحيين يساعد المستقبل في عملية فرض شروطه الرئاسية ما هيك؟ نعم في المستقبل لأنه بيستفيد من أبراز جعجع تاني واحد من بعد العماد عون الأمر الذي يكرز جعجع قوة مسيحية وازنة وصاحب كلمة فصل في أي استحقاق أو مفصل رئيسي وسيكون جعجع أول مستفيدين وسيخدم مشروعه تيار المستقبل بعد إظهار هذه السنائية في الشارع المسيحي والتي ستعري وفق متابعين شخصيات مسيحية تطمح إلى تبوء المنصب السياسي الأول يعني ما بيبقى إلا العماد عون ودكتور جعجع ما هيك؟ واضح وبعدين العماد عون بيتكفل المستقبل بمحاربته كما هي بيعمل هلأ بيبقى الدكتور جعجع ما باعث فيها شوية فيها شوية لونة بارك أنا ما حعل أنا برجع بقول أنا ما شايف أبدا أنه هذا البرلمان سوف يقوم بمقدوره بانتخاب الرئيس لأجل ذلك بقول أنا أنه علينا أن نعدل الدستور لنسبح للشعب لنتيح للشعب انتخاب الرئيس وبهال مناسبة بدي أنا لأنه الوقت صار أصير شايفك لا لا ما أي معنى دقتين اه دقتين تفضل بناشد بتوجه لغبطة البطرق اللي هو مرجعية وطنية ومسيحية دون أدنى شاك بناشده أنا بأنه بدل ما بكل مناسبة يطلب من النواب المسيحيين الذهاب إلى البرلمان لانتخاب الرئيس يا غبطة البطرق هذي لن تجدي نفع المطلوب الآن المطلوب بتمنى على غبطك ونيشتك أن تطالب النواب ومن مسلمين ومسيحيين من كل الكتب اعتماد قانون انتخاب جديد يحقق المناصفة الفعلية ويحقق العدالة التمثيلية والعدالة التمثيلية الانتخابية لا تتحقق إلا من خلال النسبية هذا هو المخرج هذا هو المخرج طرح العماد عون ضمن مبادرته شغلة كثير مهمة هي الأهم بنظري أنا أنه نعمل آنون انتخاب يحقق المناصفة الفعلية وتجري الانتخابات وهو يتعهد يتعهد بحضور جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس يتعهد بالحضور مهما كانت النتائج هذا الذي يساهم في انتخاب رئيس يا غبطة البطرق مش الدعوة للنواب لا ينزلوا على البرلمان وأنت تعلم قسم كبير من النواب المسيحيين وغير المسيحيين لا يستطيعوا ما عندهم حرية الحركة ما عندهم حرية الله فنتمنى تدعيهم تدعيهم للعمل على صياغة قانون انتخاب وهذا القانون موجود في أدراج مجلس النيابة في مشروع قانون لحكومة الرئيس ميئاتي حولوا المجلس النيابة من سنة 2013 اللي هو النسبية رغم أنه أنا مع الدقرة الواحدة ولكن في 13 دقيقة فلتكن عن النسبية يعني هذا نتمنى عليك يا غبطة البطرق اضغط على النواب على الأقل النواب المسيحيين على الأقل اللي بتقدر تمنع عليهم لحتى لي أيدوا هذا الطرح وعنده أكيد ما في حدا يتشاهل هذا المقاب قبل ما أختم علي خطر فيه شغل ينسيت كنت بدي أسألك عنها ولي جملات نائب ولي جملات بحديث مبارح لصحيفة السفير حديث مبارح بيقول الفيدرالية خطأ المسيحيين القوات اللبنانية وقتا كانوا بعز قوتهم عملوا حرب معنا نعم وخسروا وبيعز قوتهم العماد عون عمل حرب مع القوات وخسروا المسيحيين الفيدرالية تدمر المسيحيين هذا رأي ولي جملات بس هو هذا رأيه بيقول أنه ضد الفيدرالية مع المركزية الإدارية لكن ليس مع المركزية المالية التي تتذكر عنها أعلان نوية بتتذكر أعلان نوية بند 13 حكي عن المركزية المالية طبعا بدي رأيك قبل ما أختم لا لا طبعا باللا مركزية باللا مركزية أيضا تماما لا لا هو عم بيحكي عن الفيدرالية بموضوع الفيدرالية يعني طفح الكيل عند المسيحيين يعني أنا لا أعتقد بأن الجنرال ميشيل عون يطرح الفيدرالية كخيار آني أبدا هو يحذر لأنه طفح الكيل وهيدي على القيادات السياسية في لبنان أن تسمع هيدي صرخة ألم مش بس عند الجنرال عند المسيحيين عند الجمهور المسيح صرخة أمل هذا التهميش القائم لا يجوز أبدا أبدا لا يجوز فبالتالي على القوى السياسية أن تنظر لهذا الموضوع إذا أرادت أن تتجنب مؤتمر تأسيسي جديد اللي بدعي لإله بكل قوة أنا نحن بحاجة إلى مؤتمر تأسيسي جديد لأن الطائف انتهى الطائف ما عاد إله إيمة جميلات بيقول طائف هو الضماني أعوذ بالله أعوذ به هو المصيبة هو المصيبة الطائف مشكلته مشكلته الكبيرة أنه أسوأ ما في الطائف أنه وفر شرعية سياسية للقوى التي استفادت من هذه الحرب بكل صراحة طيب أكيد نعله من الشارع للحكومة لا أنا أقول لك بس مشكلة هذا الطائف هذا الطائف اللي عملت روكا هذا الطائف اللي عب يجعل اللي فيه بس بس لتين الجبيتين بالطائف أو بالطائف أوقف الحرب وعمل مجلس دستوري للأسف ليك مجلس دستوري شو صار فيه لا نحن نريد عقد اجتماعي جديد عقد أحسن ما نذهب إلى شيء أسوأ من ذلك أحسن ما نذهب وأنا بتمنى على القوى السياسية المسيحية أن تطالب بمؤتمر عقد اجتماعي برجع بختم بوليد جمبلات اللي قال أنه الطائف هو الضماني ولازم نعمله تمثيل لجورو لأنه عملنا لبنان الكبير بالوقت يلي ساكس بيكون عم تنهار كلها سواء وسيبقى لبنان الكبير هيك قال مبارح في ظل هذا السلوك السياسي السيء للطبع السياسي قال لبنان الكبير سيبقى تجاوز الدوس على الدستور والقوانين بهذا الشكل وهذا الاستغفاف ما بجوز بعدنا من مبارح عاملين نحن اتفاق حول حول آلية عمل الحكومة اليوم بنقنا لبعليه نقنا لبعليه لأنه يعني كيف هيدا الأمر يعني عشو بنركن نحن ما حدعب يحترم الدستور هيدا المشكلة الكبرى برجع بأكد قانون انتخاب هو أهم من انتخاب رئيس للجمهورية الجميع يقول انتخاب رئيس احترامي لموقع الرئاسي وأهميته ولكن ليس بأهمية قانون انتخاب يقوم على أساس النسبي أستاذ عبدو سعد مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات مجرد استمرار جلسة مجلس وزراء حتى الساعة بدون إعلان عن وقفة أو قطعة هيدا ما بنعرف شو عم بيصير لكن مؤشر جيد انه منفجر لتجلس هيدا ما بتنفجر هيدا ما بتنفجر هيدا يعني اذا بدأ تنتهي بتنتهي على خير أو بالأحرى بدون نتيجة بس على خير يبدو حتى الساعة كمان بدنا ننتظر الاجتماع الاستثنائي لا تكتل تغيير ولا صح ساعة تلوس والموقف يلي بدو يعلن العماد مشيل عن أو التكتل من هذه القضية التي طرأت اليوم وتتمثلت بجلسة مجلس وزراء شكرا لألك شكرا لمشاهدين الكرام وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة